إذن نحن نمشي مباشرة إلى موضوع آخر يهم يعني المشاركة متع الفرقة التونسية على مستوى القاري نعرف التراجل الذي تونسي كان انتصر على الجول المالي يعني بنتيجة عريضة أربع مقابل سفر في حين الأسف الشديد النادي السفيقسي ما كانش عنده الحظ وأنه هزم يعني بنتيجة هدف مقابل سفر أمان فريق سونتينا يعني كيفاش ترى المشوار متعزوز فرق في هذه التظاهرة الأفريقية في دور المجموعات بالنسبة للتراجل الرياضي كان المردود منتظر منه في المسابقات الأفريقية تقول ما هوش التراجل الذي يشارك في البطولة التونسية في المسابقة الأفريقية يلقى الحلول يلقى الأهداف يلقى الاندفاع يلقى كل شيء بخلاف البطولة التونسية عنده عقدة سنة في التعادلات خاصة في التعادلات على عكس النزيس فاقسي النزيس فاقسي كنا ننتظره أن تكونوا الانطلاقة الجديدة انطلاقة حقيقية متعودة على مسابقة كيسة الكونفدرالية إلا أنه كان زادا هو وفيه للتعادلات المتعاو والعثارات كنا ننتظروا تعادل على الأقل النجم يصلح وإذا بيه ما نلقاه يقبل هدف دقائق الأخرة شكل صدمة للجمهور النديس فاقسي البعض يراها منتظرة ما هوش مؤمن بالمدربة متاعه سونتوس طالب عدة مرات باش يقيلوه لكن اللي قاله ما جاتش وكان فما تمسك جديد به نظرا لكونه المردود اللي قدمه مع الفريق الأنغولي قبل كان مردود مبهر كيفاش سناء ما لقاش الحلول مع الناديس فاقسي نقطة تعجب كبيرة أنا بدي ما فهمت عيش فريقي يتحكم في وسط الميدان فريقي يوقف بالقداء ربما التغييرات ربما التصرف الرصيد البشري ما كانش موفق الهيئة صابر عليه وباش تعطيه زوز فرص أخرين إذا كان ما وفقش فيهم تكون تجربة مع التونسي والناديس فاقسي دهالي مع تونسي ينجح خير خاصة مع الكوكي مشات برك دالو مشات مع الكوكي مشات مع الكوكي الاثنين مشات معهم اي والنبيل ومحمد مشات مع غازيلا غريري في وقت من الأوقات مشات مع الدو مشات مع كريم دالهوم هنا دعوة المدرب التونسي فارض روحه أفريقيا ما ننسوش اللي استدارة في المغرب عند موئين شعباني وهرب ثمانية يقاتل سبع اي مع بركان نتوجه مع نظر بركان نبيل معلول في الجزائر المرتبة الثانية ويتداول عليها المرتبة الأولى عتي حاد العاصمة بارتون يمشو توانسا حتى داخل أفريقيا دونك هناء مراش عليش يلوجو في اسم رنان ما يعرفش واقع الكرة التونسية صعوبة في التخاطب مع اللاعبين ما يفهمش العقلية بتاع التونسي سوى المدفرج سوى المديرة سوى الواقع بتاعنا الجديد نديس فاقسي عنده إطارات فنية ممتازة ينجي معود يعول عليها شكرا لك طهر بالعمر نحنا بش نعديولك تواع معنا على الهاتف نعرفك بمرأة تعرفها بالجداء بالجداء وهي رئيس الوافد ما زلنا من بعد شوية إذن بش نتكلمه قاعدين نشوفه باللقاء معها هي قاعدين تم محاولات للاتصال بها إذن تكلمنا على الترجل علي تونسي ونديس فاقسي شوف أنا ما نضيف حاجة كبير علي إطقال توا لكن أنا بصراحة لما نجي ونقوله مثلا أنه احنا مش فهمين علاش ثم ملعباء وثم وسط ميدان مثلا النادي سفاقسي نحكيه لكن النتائج اللي كانت سابقا موجودة ما عندش موجودة يعني ثم حاجة ما يش ماشى فيه أمور أخرى ربما نقوله حنا اتصال تواصل ربما في طريقة العمل ربما في بين الجو العام الداخلي صحيح أنه الظروف ما يش هي مش نفس الظروف اللي كانت تعطينا النادي سفاقسي دائما نمشوا للفرجة الناس تمشي للفرجة حتى ما بحش السفاقسي كان كان يعطيك فرجة يعطيك ما تلومش عليه برش الأزمة حاليا هي أزمة ما يش خاصة بالنادي سفاقسي أعتقد في تولس حاليا قاله كل شيء ولا الباين البرة كل شيء يخرج الناس كلها تشارك في الحديث وهذا شيء مش مش مليح كانت الأندية تخدم شوية بالستر من داخل حتى المشاكل الداخلية والغسيل الداخلي يبقى مخبي حاليا لا حاليا كل شيء بره اللي ملعبية ربما تحكي تعطي رايها الناس تحكي الجمهور يحكي يدخل معاش تفرق بين شكون صحفي وشكون مش صحفي ولا تدخل وتأثر بشكل عام لكن أنا في رايي الكورة ما أي شيء علم كورة أحيانا ضربت حظ شوفوا رايي المدريد مثلا جاب عنده نجوم مدينة ولا باريس انجر ما أخذاش بها يعني مع أنه لمد الجميع من نمار إلى آخر النجوم فبالتالي أعتقد أنه المسألة مسألة تسيرية ثم جانب تسيري ثم جانب توافق الناس أنت هي كورة قدم رياضة مجموعة يجب أن توافق بيناتهم إذا ما توافقش بيناتهم ما يعتوكش لعب جماعي ممكن نجم يعمل حاجة نجمين يعملوا حاجة نحن نغلط وك نقوله خطرته أخويا لعب جماعي ثم سرعة ثم كذا ثم تنظيم محكم ثم تحكم في الدفاع وثم تنظيم سواء استراتيجيا ولا تكتيكيا يجب ثم عمل جماعي والناس متفاهمة مع بعضها أحيانا الأداء ما يعطي ناشي كل شيء يعني فهمت بصراحة أي شكرا لك